اشتركوا في القناة 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 فهنقول ايه هو التك هوم ماسيجز وفاينلي طبعا بننهي زي بننهي كل الاوتلاين بتاعتنا بالريفرنسز وهي التكس بوكس وهي الريسرس انجن اللي احنا نجيب منها الساينز وناخد منها جود ساينز براحب بحضراتكو تاني ورمضان كريم على حضراتكو وان شاء الله هبقى يعني دف خفيف وبسيط عليكو كده ومنتقلش مع بعضينا هنبتدي مع بعض كده نشرح او نتكلم في الكاتل بريزنتيشن اللي احنا هنعرضها مع بعضينا النهاردة وفي الاخرى ان شاء الله زي ما اصدقلنا احنا نتناقش مع بعض ونشوف الديفرنت كواتشن يعني ونعمل دسكشن مع بعضي بداياتا كده خلينا نشوف حاجة هطلع شوية من الروت كنال تريت التوث ونتكلم جنرالي كده في الدانس تري كان واحد من البروفيسور البيت بروفسور في اونيورسي او بنسلفينيا البروفيسور ماركوس بلاتس كان في مرة من المرات كده وده من فترة يعني من اروند اربع او خمس شهور كان بيكلم في بوست من البوستات بتاعته وراجل السوشال ميديا وهو طبعا بروفسور وراجل يعني بايس دين في يونيورسي او بنسلفينيا وكان بيقول where to take good signs وهو الـ evidence based dentistry من ان احنا نجيب الـ evidence based dentistry والgood signs ممكن اكتولي ان هو الـ post بتاعه كان refreshment كده وكان ليه citation وcorrelation ليه article اتناشرت في جورنال في American Dental Association في 2013 باي بيترسون اتال وكان بيقولوا ايه هو الـ hierarchy of evidence ايه هو التسلسل الهرمي وهو الـ pyramid of evidence من اين ان احنا نجيب الـ good signs والـ pyramids بتاعه الناس معترفين في الـ pyramid ان the base of the pyramid هو social media الناس بدقي تقول ان الـ social media هي واحدة من الـ sources خلي بالك هنا كلام معترف بـ scientifically based ان دي ممكن الـ social media هي بواحد من source of good signs والـ evidence based dentistry بس هو زي ما بيقول ان هو the base of the pyramid او the base of the hierarchy المعنى ان هو ده القاع او bottom of the evidence based نيجي نطلع في الـ pyramid والتسلسل الهرمي بتاعنا هنلاقي في عندي more evidence based dentistry good signs اكتر هو الـ embedded studies او بيسموها test tube studies together with the animal research بناخد منها science وبناخد منها evidence based dentistry بس still it's not the top نطلع في الـ top في الـ pyramid بتاعنا هنلاقي الـ editorial والـ expert opinion زي ما بيقولوا بقى اراء الناس اللي عندها clinical experience وعندها scientific background ايه هو clinical experience في عاتهم بتقول ايه followed by case reports بقى الناس بجربوا حالات ويشاف ده الحاجات دي وعملتها على دراسات وعلى clinical based reports ونطلع اكتر في الـ top of the pyramid هنلاقي the most epical part واكتر حاجة بديدينا good signs the most valuable part بديدينا good signs هو randomized clinical trials وزي ما بيسموها بقى systematic review و meta analysis بمعنى ان انت لما بتعمل clinical research و randomize clinical trials على patient ويكون الـ clinical trial دي non biased ويكون randomize together with معنى انت تعمل meta analysis between results دي و systematic review the evidence اللي احنا بنتكلم فيه بيبتدي من base بتاعت social media up to systematic review and meta analysis واحنا ان شاء الله هنبتدي نتكلم مع بعض واحدة من الـ hierarchy دي لاي case report وحنا جايبين مع بعض case report او case presentation بتحكي بقى موضوع how to manage root canal treated teeth وزي تأتيف good results وgood long term survival rate مع such tool يجلنا جزء اخر غير الـ hierarchy of evidence وزي نتكيب الـ good signs ايهي الـ restriction traits زي ما بيقول عليها او اللي هي target of restriction احنا بنعمل restriction whatever restriction بتاعتنا اذا direct restriction, indirect restriction, single restriction, multiple restrictions حتى even full-arse restriction دي habitation كامل على implants انت محتاج بتحط restriction دي ليه مني تأتيف التلات حاجات اللي المعظم الساينتوست بيكلموا فيها biology, statics, function بتحط restriction to achieve long term survival rate biologically تكون biocompatible ما تعملكش أي نوم عن أنواع inflammation والtoxicity والsoftation loss والsoftation unfavorable response together with the need good statics ممكن actually patient بيدور mainly على short term result دي اللي بيسموها static result وطبعاً to good achieve the function طبعاً to good achieve the function طبعاً to come properly in a proper function or harmony مع المستيكاتل system مع the occlusal system وفاينلي بقى الناس بدأت تزود والارتكالي والساينتس والresearch articles بدأت تزود ال-structure ال-restration بتاعتنا should preserve ال-structure و-natural to structure فبدأت الناس تتكلم في في many, many minimal preparation or veneers against full coverage crown ويكلم في portion coverage restoration or endocrowns or overlays against full coverage restoration ويكلم في وتعمل وتعمل ممكن الاربع حاجات الي احنا تكلمنا فيهم دول هم دول بيلخصوا وهي هناخد بقى الـ 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 ناخد الحاجتين دول ونوظفهم فيه اللي احنا نتكلم فيه اللي هو الجزء اللي فات حبيت اوضح انا بنجيب منتين او ايه هي السورس والجود ساينس بنسبالنا والجزء التاني حبيت اوضح ايه هو الايم والتارج او الانترفنشن الانترفنشن اللي بتعمله مع البيشنت انت عايز منه توصل لايه وانا قتلت بقى نوظف الكلام ده مع بعضينا في كتير يا جماعة بيعابلنا سنين فيها روت كانت تريتمنت ومعمل لها ادولانتك تريتمنت وبنعمل اматية روت كانت وتعمل اما relational والاستاتيك ريزل او الاستاتيك بريش تريتمنت وبتعمل لها settleado طبعا ز Reno3ts وتتراوح وتتراوح من مزحوافel symbol restoring the cavity بتستور الكابيتي بتاعك أو الـ أو الـ بـ ممكن توصل لـ تستوريج عن تلك المشاكل لانت تعمل لها تعمل لها طبعا المنجمممت بتاعي بيتراوح من السيمبل زي ما إحنا شايفين مفتاحة just opening access against anterior teeth فيها بدل ديستركتد بروغزمال وبدل ديكايد فأكيد بروغزمال رغم أن الاثنين معمول فيهم مروض كنال تريتمنت هيختلف اعتمد على ايه؟ اعتمد أن عندي فيه طبعا الـ الصورة المعنى في الـ هي فأكيد بروغزمال هيبقى على قد الدفاكت حتى لو كانت كنال تريت التوث المعتقد اللي بيقول كانت كنال تريت التوث طبعا المعتقد مش أكري 2% مش نقول ذات true طبعا هنا مالي بيعتمد على الـ بيعتمد على بيعتمد على الـ من الموجود في طبعا بيعتمد على طبعا كد حضراتكو سمعتو كتير عن اندو كراوند وإن شاء الله هنتكلم مع بعضين لما هنطفي مع بعض اندو كراوند ايه هو الاندو كراوند بالـ ممكن بناس بتمانج السنال الاندو تريتد بيعتمد على بوست ممكن بعض الناس بتمانج تعمل مافيش عندي مورو ماعندك مورو ماعندك مورو اللي بنسميه مورو اللي هو بنسميه ولو ماعندكش حاجة زي كده ممكن تعمل بأي دفرن تكنيك سواء كان سورجيكال او ممكن ليزر تعمل سورجيكال وتحط بوستان كورن كرون طبعا الديفرن تريتمنت هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد زي ما عمنا مينلي على امانتة فلسفة زي ما شفنا سايفين هنا في الصورة اللي تحت في عندي تو اجيسان الديفاكتس اللي ما بينهم لا تدخل كذلك بساني يحتمدها الـ 5 فيها مضي مودة حتى الـ 4 لو كان فيه روت كالالد تريتمنت بجسط الـ opening of the cavity والأكسس سيكون مختلفة اعتمد عليها اعتمد على موضي بطوة النيه والماني توه موجودة والمولار موضي مختلفة النيه مختلفة عن موضي مختلفة وزي ما قلنا وهو مين اللي بيعتمد على وعندي مختلفة احنا هنبك ايه من المختلفة المختلفة دي مين اللي هنبك التريتمنت اللي اسمه وزي ما احنا عارفين ان ونقوله بنكرر ده مين اللي بيعتمد على والأكلوز الفورس اللي نازلة والأكلوزينج طب تعالوا نشوف كده لو احنا هنمانج التيث ببوست بوست انكورن اكرام ايه هي المانج منت تتاعي لساتش توت باستخدام بوست انكورن اكرام طبعا ازيم احنا عارفين احنا عندنا فيه بريفابريكيت بوست انكور او بريفابريكيت بوست انت سواء كانت متل او او متاليك بوست بتشتليها جهزة لدي ميد تعمل بريباريشن للروت كنال بتعمل سناك وايدنين للروت كنال وبتحط البوست وبتعمله سيمنتيشن This is a traditional treatment. الاسمه prefabricated or ready made. وده accurate treatment وطريق موجود وبيزت في literature وكتير بنتعمل وكتير لي حالاته. لكن النهاردة احنا هنوضح مع بعضينا case presentation بتوضح ايه هي فكرة custom made post والناس كاب بتعملها ازاي وجايبين case in details in full steps step by step how to fabricate custom made post and core باستخدام innovative treatment اللي هو الكات كام technology هنقول كده ايه او امتى اروح ان انا اعمل custom made one piece post and core يعني one piece post and core هنا post and core is a one piece attached as a one piece ما عنديش different interfaces ما بينهم it's a one piece او one unit او single unit post and core ما عمل لهم طبعا customization باستخدام different techniques تعالوا نشوف مع بعض ايه هي different او الاشكال المختلفة لل custom made post and core كان فيه traditional custom made post and core كmetallic post and core اذا ما احنا شايفين الصورة التحت على الشمال في عندي ال post and core as a one piece واخد شكل ال configuration وشكل الكنال this is one of the treatment options بعض الناس بتعملها لكن يعني بعضهم دلوقتي بقدرنا نمقل شوية نتيجة التمتاليك one وال different stress distribution between metal والروت دينتين في different mechanical behavior between الروت دينتين والمتل فبعض الناس بتأخذ على treatment دو برضو non static treatment في الانتيريور يعني بعض الناس بتقلل استخدام المتل كاستمايزيشن لكن كان واحد من التريتمنت ان انت تعمل بهم كاستمايزيشن للروت باستخدام التكنيك casting mainly a casting technique بعض الناس بتعمل custom made post and core بتعمل كاستمايزيشن للفايبر بوست بتجيب ready made fiber post بتعمله كاستمايزيشن باستخدام composite وبتشيب الكاستمايزيشن باستخدام الكاستمايزيشن باستخدام الكاستمايزيشن لكن تريتمنت و تريتمنت معطرف بي هو موجود كتير في الاتريجر لكن مين اللي هتكلم فيه النهاردة مع بعضيكم يعني مع حضراتكم وفي الكاستمايزيشن هو custom made one piece post and core باستخدام الكاستمايزيشن how to take an impression of such teeth how to prepare الروت كانال to receive a catcam post and core وهي الماتيريشن وزي تعمل له cementation و surface treatment اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض وحبيت ان احنا نشرحه في case presentation او نتكلم فيه different case report كده عشان الموضوع يبقى بسيط وسهل مع بعضي يمكن بداية كده خلينا نقول ايه هي و ايه الحالات اللي تعمل فيها post and core باستخدام الكاستمايزيشن خلينا نقول ان ال custom made post من اللي بنروح له في الحالات ال prefabricated post will not fit well inside the canal بمعنى لو انا عندي كنال كان فيها extremely flared البردو سعال بيتسقل لنا كتير امتى اعمل custom made post وما روحش ال prefabricated بنقول دايما لو انا عندي canال فيها divergent في flaring في الكنال فانا هنا prefabricated post whatever it's diometer it's fitness will not fit well inside such tooth الكنال فيها flaring especially لو كان young individual ومعمل له proper root canal او treatment للroot canal وفي flaring وdiversions في الكنال فانا هنا صعب ان انا هجيب prefabricated ويفت well حتى لو حد من حضراتك وانا جالي يقول لنا ممكن اعمل core او املك دي بسمنت او املكها بسمنت زي ما اعمل حسنا ويبقى فيه حسنا بين وبين الroot دنتين وكذلك برضو الاندكيشن اننا اروح اعمل custom made post and core في badly decayed او mutilated teeth السنان اللي هي بيكون badly destructed minimal amount of feral ممكن we can get feral زي ما قلنا بنعمل surgical cloud lengthening او حتى even laser cloud lengthening بس محتاج اننا اعمل support او reinforcement such teeth باستخدام customization ان الناس بتقول باستخدام or properly fitting و باستخدام material لها mechanical factor وال stress distribution بتكون favorable للroot دنتين فانا هنا انا بعمل reinforcement to such weakened or mutilated teeth با دي الحالات اللي انا بروح فيها وبعمل فيها custom made post and core mainly اللي بسموها miss shape of the root canal في divergent canal في flared canal prefabricated will not fit well وحتى even في mutilated teeth especially عشان نعمل لها reinforcement and strengthening such tooth طيب تعال نتكلم مع بعض ازاي الناس كان بتعمل التكليق دوت custom made post and core واعتقد الحضرات بين حضراتكم اشتغلوا وpractice this technique by hand وانا النهاردة حابب ان انا هوجد لحضراتكم استخدام التكنيق ده بالcat cam technology الناس كان بتعمل custom made post and core في بعضهم كان بيعملوا directly زي ما قلت لحضراتكم بشكل post and core one piece directly inside the patient mouth باستخدام كانوا بيعملوا shipping لي post and core بال geuralay geuralay هو self cure acrylic crescent بتعمل shipping لي post and core inside the patient mouth by using plastic post وبتعمل shipping على plastic post دوت بالgeuralay بتشيب post inside the canal وبتشيب الكور وبتاخد المنظر ده كله وبتعملوا casting وتحملوا وتحولوا لي مثل custom made post and core technique sensitive جدا جدا انت تعملوا shaping inside the patient mouth وطبعا again في عندي casting technique which is the add errors and accuracy في التكنيق اللي عملية casting زي ما احنا عارفين it's not that accurate زي عملية cat cam or milling technology بعض الناس برضو بتعمل التكنيق directly زي ما قلنا واردكم صورة ليه هو بنعمل customization لل fiber post بتجيب fiber post وبتعمل shipping وي customization للكنال باستخدام core material أو bulk composite material تحس انها تشيب المش hab اللي موجودة في الكنال و الكنال باستخدام composite ودي برضو واحدة من التكنيق و نعم في بعض التكنيق لكن وبيديك result قوية جدا و ريزول جدا عنده من ال stash distribution عنده من وال bonding وال مون و وتوزيع فورس بينه بال natural tooth يكون جميل لكن زي ما قلنا هو التكنيق بيكون ولكن النهارده مين لي هنوضح مع بعض ازاي تشكل او تعمل باستخدام باستخدام ال تكنولوجي سمعونا ان تكنولوجي كان بيستخدم في انت بتشيب بي لكن النهارده هتكلم مع حضراتكم عن التكنيق وال التكنولوجي باستخدام باستخدام الكات كام يلا بحينا نبتدي مع بعض كده ونشرح الكيس ممكن هي دي الكيس اللي احنا هنشرحها مع بعضينا وهنشوفها in steps و in details ابتدينك وإدينا حضراتكو كده زي مش عايز اقول انت بدكش ان احنا تكلمنا برضو شوية يعني إدينا كده زي background عن فكرة المانجمينت وكلمنا في عندي different management وهن specify mainly عن custom postal core و mainly هستفسفى مع حضراتكو على Inbaric catcam postal core خلنا نتكلم كده one of the cases ونحكيها مع بعض this is one of the cases young individual أو young male patient كان presented to our clinic وكان mainly be complaint من fractured body decayed to central incincer ومالي السبب الرؤد كان هنا كان trauma patient كان ماخد trauma severe trauma وعملت له necrosis أو devitalization of the pulp وحصل amputation للرؤد كنال وتعمله رؤد كنال أو endontic treatment proper endontic treatment هنكلم مع بعض وهنشوفه في ال x-rays كـ evaluation للرؤد كنال ده طبعا بعد ما تعمل رؤد كنال رؤد كنال treatment sorry لـ such teeth تدنا كـ prostatic rehabilitation وكـ reconstruction لـ such tooth عملنا لها evaluation طبعا زي ما احنا شايفين ان especially the central incisor central incisor في body decayed mutilated tooth في remaining tooth structure في نعم فارول في enough feral في round sound tooth structure موجود بس اسلنا زي ما احنا شايفين في علاصفه structure عميب شوية زي ما اعريكو كمان شوية في فريجيوغراف في flaring وdivergent في ال root canal it was a young individual وعنده flaring في ال root canal فكانت عمل proper root canal treatment بس كان كنال لما جينا حاولنا نفت prefabricated post can very loose inside the canal وحبينا ان احنا نعمل التكنيك هنا customization sorry customization باستخدام catcam او technology فالستيب ستدي ازاي كpreparation لـ custom made احنا كده اخدنا ان احنا نعمل customization step one ان احنا بنعمل كtreatment option او كtreatment modality لـ ال root canal زي ما بنعمل prefabricated post بتتخدم بتتخدم جيتس بعض الناس مش بتحب جيتس او بتحب penetrating يعني مش بفرول مجموعة باتتخدام الوحوال فميلا بيتخدم جيتس او بتتتخدم انت باستخدام باستخدام ويتأكد ان انت بتسيب باعترام نتكلم في والفاعل والفاعل البقى الوضع باستخدام وأعتبر الشيبين الدريل بتاعنا إيه؟ إن إحنا هنا لسه هناخد إمبريشن وهنعمل ديجيتاليزايشن وديزاينين وهنعمل شيبينج لي الروت كنال فإحنا جست بنوسع الكنال مينيمال مينيمال فليرنج وشيبينج لي الكنال بحيث إنها تترسيب الإمبريشن ما حصل لش أي نوع من أنواع المسمات مع سيتينج لي الإمبريشن طبعاً ككورونال بريباريشن بنشيل أي رميينج توستركتور دفاكتب توستركتور في مصر مصر عكسي عكسي مصر عكسي مصر عكسي مصر عقبت عقبت توستركتور ديمانج توستركتور كل هذا بنعمل له بحيث إن إحنا تتيرب أجب أحداً ما عنديش أي نوع من أنواع البكتيريا لو في عندك أي نوع من أنواع الأنواع اللي حتدايقك دورينج طبعاً مينوطة الانواء هتدايقك في الإيمكبار هتدايقك في الأسكانينج فأبرضو بنرمو فأجب المخطط بعد رموفل للجاتا فوركا وتأكدنا وشكينج اللي انت وصلت لي بروبر لانكس في البرباريشن للروت كنال مع رموفل للكيرز وعملنا رموفل للأندر كات ابتدينا ان احنا نحضر الكيس نحنا ناخد إمبراشن طبعا هنا سؤالي تسائل مهم اخد الإمبراشن هنا كنفنشنالي ولا ديجيطالي هتكلم كمان شوية زي تاخد ديجيطال إمبراشنينج او زي تعمل سكانينج لساتش كيس لكن احنا هنا حبينا ان احنا نستخدم ماكس تكنيك ان احنا عملنا كونبنشنال إمبراشن فولد باي بورنج لإمبراشن الموضل and then سكانينج للموضل بيستخدام دسكتوب سكانر او إكسترا أورل سكانر ان بعض الارت كله بعض البابليكيشنز بتقول ان انت الانترا أورل سكانر ستيل نوت سوفيشنط ان كان بعضهم بيرجح انها تكان جت الانترا كنال دبس وتقدر انها تعمل سكانينج لانترا كنال دبس بس طبعا ده هنا بتكلم على سبيسافيك انترا أورل سكانر لا سبيسافيك كرايتيريا زي ما هكلم كمان شوية في هنت عليها لكن هنا حبينا ان احنا نعمل ماكس تكنيك بتوين كونبنشنال and ديجيتل تكنيك وخلنا الامبراشن هنا كونبنشنالي باستخدام سبيسافيك ماتيريال وهنتكلم عليها اللي هي الامبراشن ماتيريال حبينا هنا في الكيس ان احنا نستخدم ونسي بتكلم عليها حاجة موجودة على فترة لكن هي موجودة في الربر بيز او ناس بيسميها في فيفت جينيريشن الربر بيز اللي هي الفينايل كولي ايثر سيليكون الذي ينقل ماهتم ماهتم بيز موجودة سيليكون معيقا ماهتم ويز وطبعا دي موجودة في مختلفنا واحنا هنا استخدمنا الVPS ايدانشيام فور جيتنبخ والماتيريالي هنا موجودة في مرات الوضع موجودة في heavy consistency for pentamax with light consistency for ordinary or traditional manual or auto maxing باستخدام الـ gun فاحنا استخدمنا الـ heavy with light عشان نجيب proper accuracy وزي ما احنا هنشوف خدناها على one step double phase impression technique فاحناحضان الـ impression material هي VPES heavy for pentamax and light for gun or auto maxed followed by some object or object to get the impression inside the canal and record the intra canal geometry or the details or the definitions inside the canal طبعا عشان نجيت أو نعمل proper recording لـ intra canal depth محتاجين one of these objects عشان to get أو تقدر من هي تدخل the light and give the different record ممكن plastic post can do this job ممكن file large size file ممكن برضو وبعض الانستخدم orthodontic wires بتعمله bending form of loop حيث ان هو record ويطلع معانا في heavy أو putty لكن this is one of the objects ويطلع معانا نحن نستخدمها وإحنا في this case استخدمنا file بحيث ان نحن نريكورد وناخد به وطبعا حضرنا معانا الميكسنج ميكسنج لـ الـ 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 وطبعا احنا قبلنا مناخد الميكسنج يجب ان انت الـ 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 وطبعا هنا بعدها بتصور أو بتادابت هذا ميكسنج نحن نستخدم خلال وقد اقربنا وقد اقربنا هذا ميكسنج ببتدي ببتدي بإنجكت الإمبريشن إنسايد دي الكنال وطبعا معنا الوائر أو الفايل بإنجكت اللايت برضو أجين إنسايد حوالين الوائر أو الفايل بتاعنا أو البلاستيك بوست نفس الوقت يدود إحنا خذناه على The One Step الاسيستن ببتدي يعمل ميكسن لي الهبي زي ما احنا شوفنا في الفيديو مستخدم البنتاميكس And injecting the light over The Heavy and then taking the impression as a One Piece إمبريشن أو One Step إمبريشن تكنيك ونشوف برضو الفيديو تاني بحيث إنه هو واحدة برضو من The Very Predictable Result ده الإمبريشن الإمبريشن إمبريشن الإمبريشن أولاً إمبريشن الإمبريشن inside the canale في نفس الوقت داوت الاسيستن بتتمكس الهبي أو ممكن تستعمل بطي طبعاً لو أنتدى معك بطيو الإمبريشن أو بطيو الإمبريشن استعمل البنتاميكس and then injecting الإمبريشن inside the patient mouth and removal والإمبريشن إتاخذ زي ما إحنا شايفين as a one step زي ما إحنا شايفين هنا أو شفنا الإمبريشن إتاخذ معنا double phase اللي هو heavy light one step this is the records or criteria of the impression or accuracy of that impression إدي المتاليك إلي عمل recording the depth of the canal وإدي اللي خد the fine details and this is the heavy العمل carrying the light this is one of the accurate impression وكان it very interesting impression very interesting the technique thanks to my team اللي برضو تساعدونا كتير لنحناخد الإمبريشن وخدنا الإمبريشن in a one step this is another view of the impression زي ما إحنا شايفين إنه كل الكنال إيها داركشن طبعا إضافة نتعاملو separate ودي الإمبريشن بتاعنا the one step v-p-e-s impression technique طبعا هيا ممكن تاخدو addition silicon يعني as for polyether polyether one of the rigid materials polyether it's not that recommended material for single or double teeth impressions من يتتاخد في full arch impressions عشان هي the rigid material صعبة في removal شوية ممكن تاخد like implant impression especially the open tray impressions لكن in such cases with single or two teeth impressions من فضلش أو polyether that's stiff or rigid material طبعا حد من حضراتكم ممكن يسألنا يقول لنا the digital impressions وطبعوا digital عمل scanning للكنال depth طبعا إحنا قلنا إن بعض the scanner بعض the intraoral scanner can record the canal depth up to seven to eight milامتر معنا ذلك لو عندي canale deeper canale cat long canale وعملت preparation إن صعاد كنال أكتر من الدبت ده ممكن the intraoral scanner cannot record that depth وبعض the article وبعض the papers برضو still في debate وفي conflict between the accuracy of conventional impression against the digital impression especially في that canal depth لسه research ongoing في الموضوع دوت ولسه الموضوع not that the final result to final outcome لكن up till now the most safest تتخذ conventionally impression and then تحاول impression دوت لdigitalization by scanning these impressions by pouring the impression and scanning the model يعني عندي different techniques وحنا حبينا هنا نعمل pooling model إذا ما احنا شايفين في الصورة اللي معنا عملنا pooling للمodel and this is the model view عملنا pooling للمodel وابتدينا نعمل المodel scanning and digitalization بحيث 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 نحن نحول ال conventional or physical technique into digital or virtual technique ونبتدي هنا مراحل cat cam technology والcat cam technique ثاني بوضح ان ممكن you can take intra or scanner such cases محتاج intra or scanner عنده higher accuracy higher precision depth of penetration بتاع يكون قوي لسه research ongoing في الموضوع دوت في بعض الاسكان can adapt او capture that depth لكن زي ما اقول لك maximum depth الناس تتكلم فيه من 6 إلى 8 ملامتر او 8 ملامتر which is طبعا مش في كل الكنال ذي كده لكن احنا هنا حبينا نجو for the safest protocol convention by max digital and conventional and scanning the model وعلى الموضل وعلى الموضل الموضل ابتدأ lab support طبعا هنا دور بق lab support ودور lab technician اللي احنا دايما 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 ما ندارش ناخفل حقهم وما ندارش ان احنا ابدا نتكلم من غير ما نذكر lab support lab technician one of the major 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 part of success بالنسبة لي الprocedentist مش هتلاقي underdentist مش هتلاقي surgeon مش هتلاقي periodontist بتكلم على دور lab لكن احنا مين اللي هتلاقينا بنتكلم على دور lab لانه هما one of the team one of the part ودايما تلاقي في التكستبوك الكبيرة ودايما تلاقي في الارتكال الكبيرة بيذكروا اسم lab technician والlab support اللي عمله هما بيسمون lab support حتى even بحيث ان هو يعني بيعمل management للكيس وبتدي يعني يزود outcome of the case زود success بتاع طبعا دا دورهم دور مهم ابتدى lab support يعمل designing بعد ما عملنا scanning للمodel بقى عندنا STL فايل دخلنا على exocad software وابتدى عمل designing one piece post and core according to data recorded by this accurate conventional impression AVPES وزا ما احنا شايفين هنا post and core عمل لهم designing as a one piece لو دخل بالك ان في عندي regularities موجودة في post ودا different shape اللي موجود ودا فكرة تميز custom post and core it can fit inside the canal ودا بنتكلم فكرة stress distribution proper fitting especially طبعا لو بتتكلم في material عندها stress distribution وفكرة mechanical behavior رأيبة من natural بعد designing such restoration ابتدنا نعمل milling these two pieces or two restoration one piece post and core وهنا بقى ييجي دور material selection ويجي دور lab support ويسألك دكتور نعمل which material of such cases طبعا هنا article literature يعني heavily loaded with different materials ممكن تستخدم بي custom made post and core احنا محتاجين امن material touch cases especially في الحالة اللي معانا هنا two anterior محتاجين تكون طبعا definitely static material definitely اتكلم بحاجة static zone بكلم بحاجة highly static zone وهكلم هنحط عليها lithium by silicate crown which has high translucency فانا اكيد away from metallic custom made post and core فانا محتاج المaterial تكون static محتاج المaterial تكون bonded material تأتي monoblock تأتي stress distribution فانا محتاج برضو المaterial تكون bonded and finally one of the mechanical factors very important to achieve a high success rate of such cases هو resilience of the material flexibility of the material زي ما نقول عليها M-O-E which is the monolist plasticity محتاج اختار material يكون عندها monolist plasticity معامل المرونة وال flexibility بتاعتها equivalent or nearly matching the natural tooth or mainly matching the natural dentine or root dentine اللي هنا في fitting between post or core مع dentine وطبعا زي ما احنا عارفين dentine لي model plasticity giga pascal نستكلم من 5-10 أو 5-20 giga pascal فاحنا هنا we will go for a material لها matching of model plasticity لذات of dentine فعندنا material selection اللي بتأتيف حاجة زي كده هي hybrid materials طبعا احنا بنتكلم في zirconia lithium bi-silicate much much higher than the natural root dentine عندها مدرس عالي جدا بكلم lithium bi-silicate 180 200 giga pascal zirconia 350 400 giga pascal much higher stress distribution here not that favorable فابتدينا نروحنا في such case material عندها modern plastic matching which is reinforced composite material cat cam composite material and هنا عندي material selection هنا هن go for hybrid synamic material true hybrid like Vita dynamic one of the promising material which can do this job in such cases ممكن برضو another material اللي اخترناه هنا في this case protocol اللي هي brilliant which is the brand name for Colton which is the manufacturer وهنا scientific name هو reinforced cat cat cam indirect composite plots it's a composite material reinforced by ceramic and nano ceramic fillers zirconia silica fillers بحيث انها تديني statics bonding وفي نفس رائعة moderast matching natural tooth and this is one of the material which did that selection and we did milling to the post here by high accuracy or highly precision cat cam technique which is the five access milling machine here need milling to be higher accuracy to be able to record all the fine details and to be milling to be to be milling and in this world rolling five access milling one of the promising machine this is the final product final outcome which is the milling or finishing and polishing as we see it's a one piece post and core for two central incisors and this is final product checking on model lab support checking on model and properly checked in place there is no way resistance during seating on margins totally adapted totally well fitted this is a model view during checking of the model one of the this is the second one and very very important the geographic examination the one of the بعض ما عملنا بنجيائك بدأ اللاب يعملوا تشيكينج إكتراورالي واخرنا الفوستان كور عملنا لها تشيكينج إمتراورالي وبعد ما عملنا تشيكينج ونجيجرافك الي كانت وإنجيات وابتدعنا ان احنا نعمل بوانداً بوانداً وتعالوا نشوف عشان ما طوولش على حضرتكم ايخ أخي فورتان كانت فيوما بعض وكي تم الاحتمال بوانداً 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 ووانداً كام في اسمانت أو بعض الكتب بتسميها indirect cad cam, dispersed fillers, blocks cad cam blocks. طبعا هنا عشان نعمل treatment أنا هنا محتاج أوصل الميكرو ميكانيكال bonding. الميكرو ميكانيكال bonding يناس بتتكلم كبوندنج موليكيلر أو بوندنج بايز أو بوندنج سبستيطة ده أحسن بوندنج بروتوكول والميكرو ميكانيكال أو ميكرو ميكانيكال مع الكيميكال بوندنج كيف تحصل الميكرو ميكانيكال بوندنج إلى أي وجهات ذلكytor دي لازم معرفة المرتоду اللون المتو لا تعرف المناهج وليازم نرجع إلى مهجمزة التقاليد كل مهجمزة. well, he says how to bond such cases الخطوز والبوندنجوج Ab twist وطلع بمهجمزةARYC개 úم عبارة ميكرو ميكانيكال وحصلós قال patents من 20 إلى 50 ميكرون ميكرون الساند بلستنج دستنز بكلم من 5 إلى 10 ميكرون والتاين بكلم من 5 إلى 20 سن للساند بلستنج بارامترز بعض الأركتلز على فكرة بتقول إن البرامترز مش هتفرق قوي بفكرة البوندينج رزولتز لكن طبعاً أرجع برضو أجيلي من فكتر الستركشن وبتابع المفكتر الستركشن هنا في فكرة البوندينج ببروتوكول حسن أنا أعمل بروبر مايكرو إرجلارتز فده الساند بلستر وحد يقول لي من حضراتكو خلي اللاب هو اللي يعمل ساند بلستنج ولا إنت في الكلينيك يعمل ساند بلستنج هنا طبعاً أنا أفضل إحنا نعمل ساند بلستنج in office انت ستيل البوست دي حصل لها في اللاب وأجين وإنت حدك بتعمل لها وتصور اكس رايز وتعمل لها برضو حصل لها فممكن يحصل يعني زي ما قلنا أو يحصل نتيجة الساند بلستنج اللي عملوا اللاب بعض الناس وبعض الكتب بتقول ممكن عمل للكصة دي باستخدام 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 حتى الناس بتكلم في أو يعني عشان كده احنا بنفضل بعض يعني بعد ما بتعمل دف باستخدام باستخدام خلاص انت جاهز ان انت تعمل باستخدام وده الساند بلستنج يحنا كلمنا فيه بعض الناس بتقول ممكن عمل على فكرة باستخدام باستخدام من سان بلستنج بتشير كل السان بلستنج دبري بتشير كل الكنتامنية لحواصلت بال المؤيث باستخدام باستخدام الكهول achu gas ما نعمل مدفع طبي هنا ثارات إستخدام البوندنج اللي بيجي يقول عليه وإحنا هنا استخدمنا البوند بتاعك اللي هو الون كوود سيفن يونيفرسال بوند وهو المناسبة من جربي ممكن برضه استخدم أي طب الاني تايب او يونيفرسال بوند يعني ناس هنا بتكلم انه تحب بوند يكون فيه مدب تبوند مع الزركونية في الوصول في سايلين يبوند مع السيليكا وحتى ايه فيه مفاكريلات يعني نستخدم نفس بايب او يونيفرسال بوند which is predictable للمتيريال بتاعتنا and this is the surface treatment عشان ما أخرش على حضراتك وعشان نسمع على سهلة surface treatment of the natural tooth proper isolation طبعا proper meticulous isolation باستخدام rubber dam باستخدام teflon and then followed by surface treatment الانامل margin selective etching الانامل margin باستخدام phosphoric acid for 30 seconds followed by washing or cleaning قويس جدا and then application of self-adhesive resin cement self-adhesive resin cement ده cement of choice عندنا باستخدام different variety of self-adhesive resin cement different company different trade name الان هنا استخدامنا المaterial of choice الـ solo-send self-adhesive resin cement لكننا ممكن استخدام different self-adhesive resin cement بعد ده proper surface treatment اللي اتعمل للبوست حتى even للنطبع this is the application of the cement على بوست followed by application للسمن inside the canal and then seating of the post with the cement over the canal passively seating initial curing the blue phase the stem light cure for 2-5 seconds then the removal of the excess كده بعمل proper surface treatment or proper cementation and then after final removal ليا الـ excess تدنا بعمل the final curing وباا the manufacture the tool you can leave the cement for 1-2 minutes to cure chemically as it is لنهو dual cure resin cement and finally after the core cementation بتدنا ان احنا نعمل preparation of the core بتنساش ان احنا بنعمل post and core and crown احنا كده خلصنا خطوة custom made post and core بال fabrication وال production and then cementation followed by preparation near post finishing the stones whatever بتعمل horizontal preparation light horizontal preparation vertical preparation different protocols of preparation this is a final step red coded stone followed by yellow coded stone for accentuation margins accentuation or roundation angles and now we can see professor marcus نفس professor اللي بتدنا دي كان بيكلم how to prepare for cat cam ceramic material with this is a cat cam lithium di silicate material you have to round and polish every point and line angle sequential finishing stones but this is sorry the next finishing step and followed by final finishing step sequential desk طمعا هنا في hand we have to get away from course cut desk لنهي ممكن تعمل over reduction of tooth ممكن تعمل shortening teeth you can start in fine super fine polishing desk desk followed by shade selection طمعا دا final outcome or final preparation followed by shade selection you can take stump shade followed by fabrication over the preparation and this is the final result اللي احنا شايفينها واستخدمنا هنا final crown معنا طبعا الpatient الساعة go for lower direct composite restrictions لكن استخدمنا هنا استخدمنا هنا دمنا 5 minutes استخدمنا هنا lithium silicate final material to bond over this craze custom made post and core lithium disilicate with labial cutback استخدم nano fluoropathy fluorophil dyspathic porcelain والshade بتاعنا هنا كان في degradation للshade this is the lateral view طبعا very very interesting very satisfying the patient very satisfying to our team and thanks to our lab support طبعا Mr. l'hammad mosعد واحد من great great lab support اللي ابتدأ العين ان هو يضبط الshade وعمل degradation للcolor and this is the final result زي ما احنا شايفين في degradation للcolor وطبعا الفاينل الماتيري هنا لي في misilicate هي mainly IPS Emax LT with labial cutback بستخدام النارو flora which is Emax serum this is the final specification of the material and the final result patient طبعا في الproximal restoration بد الcomposite scaling and polishing the adjacent tooth اعتقد ان the restoration هنا very satisfying our team the lab support حتى even a patient can very satisfying the result اعتقد ان طولت على حضرتكو كتير finally طبعا زي ما احنا بنقول take home message of such case take home message of such case when to go for custom made post and core going for custom made post and core mainly في المسحاب of you can go for custom post and core take home message the second second selection of material custom post and core of can material you have to go for a material abonded material adhesive material and then static material واهم factor او criteria مهم جدا model بستي تكون combatable مع natural tooth عشان تديك stress distribution وي زي بي قول بقى توزيع الف وي تديك long-term success تكون message number two تكون message number three very important stick to the manufacturer instruction for bonding to your restoration stick to the manufacturer instruction برگ عنا manufacturer شوف ايلي recommended bonding protocol such case او هرا في such case استردمنا reinforced composite فرگ عنا المنufacturer recommend sandblasting followed by cleaning alcohol ultrasonic or even phosphoric followed by universal bonds and followed by using self adhesive so sticking of the manufacturer مهمة جدا 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 take on message number four isolation very very important to increase bonding result with success rate يعني اعتقد ان احنا كده almost يعني بس ديف تقيل على حضراتكو اخيرا الرفرنس اللي احنا ممكن نرجع عليها في such topic طبعا عندنا ريفرنس مهمة جدا 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 ريفرنس المهمة هو طبعا ده كلنا عارفين وكلنا مشهور حتى الراجل نفس المشهور هو الكتاب المشهور جدا ده واحد من الكتب المشهورة جدا اللي ممكن نرجع لها في حتى كله طبعا عندنا الكتاب التاني وكتاب دول مين اللي جماعة هم بيزيك ساينز هم دول بداية الكلام في الفاكست في الفاكست طبعا عندنا في another text book very important راتد له ال endodontist اصدقان ال endodontist لكن في chapter مهم جدا 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 في التكست بوك بتاع كوهن اللي هو pathway of the pulp وفي معلومات مهمة جدا جدا اللي هو ال pathway of the pulp for kohen دا هو كتاب تاع endodontist لكن الشابتر اللي فيه روت كنال مهمة جدا and finally طبعا هنرجع للهيراركي ونرجع عليه evidence of pyramid أو زي نتعاميها بالهيراركي of evidence أو evidence pyramid طبعا لما هنرجع زي ما الرجل ماركوس قال عندنا different research engine نقدر ناخد منها data research article case records systematic review randomized clinical trial موجودة في pubmed موجودة mainly في scopus برضو موجودة واحد من research engine مشهورة جدا ويلي online library research gate هنداوي حتى even Egyptian knowledge bank Egyptian knowledge bank عليه كمية research engine عليه كمية articles مهمة جدا ممكن نحنا نرجع وناخد منها data و science وأنا أخيرا وطبعا ان شاء الله منتظر حضراتكم يعني ممكن دي كان بداية كلامنا كده لسه ان شاء الله لنا أوقات وكلام كتير على مدار ست أيام ان شاء الله في الكورس بتاعنا لننتكلم فيه مع بعض على كل ما يخص طبعا مع اندروسية في مستشفيات اندروسية في اسكندرية مستنيكم ان شاء الله نتكلم بقى ولينا كلام كتير على نتكلم مع بعض على تخص حتى 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 نمارس مع بعض لنا ونعمل مع بعض وزي واحد من الكورس اللي نبتدي فيه مع بعض وطبعا هنا كان يعني بيقول لنا في حاجة من حاجات ومفاجأة معنا هنا ان شاء الله يعني الناس اللي قعدة معنا والناس اللي مموضة معنا طبعا نشكر على حسن إستماع ومن انتو استحملتونا يمكن رجيستر برضو فيه برومو كود عند روسية اكاديمي ده البرومو كود بتاعنا ويمكن افلاي باي فيسبوك بايج او انستكرام بايج وطبعا في مفاجآت كتيرة باستخدام البرومو كود دوت انا يعني تشرفت بحضراتكو جدا جدا ورحبت يعني بحضراتكو جدا وتمنى ماكنش يضيف تقيل على حضراتكو this is my personal data my personal يعني information وحاجة من حضراتكو حابب انه هو يكونتكت ويبع حاجة تشرفني وتسعدني وان شاء الله انا جاهز لأسئلة حضراتكو في الطبق اللي احنا اتكلمنا عليه مع بعض كل سنة وحضراتكو طيبين اعتقد في ما شاء الله في 11 سؤال ما بعض لي مثلا من تلت ساعة قدامنا عشر تهي تمام هانا نشوف كده بعض الاسئلة اللي جات لحضراتكو كده حضراتكو وسألتوها نشوف مع بعض كده واي ماذا disapp Pilate طمعا ماذا 있기 للصدراتكو مجبدا موضع عندنا ممكن استخدم نذ ax نذبح ممكن ممكن استخدم لصدراتكو ممكن بس لازم اعمل بوندين قويس جدا للكنال لأن الكور محكتك بوندينج للكنال لكن مستقبل طبعاً تصيل في عديس سيمان تتعمل اتشينج لرودينت الانامل زي ما احنا قلنا سيلكتف اتشينج and then application of the cement اعتقد احنا جايبنا على السؤال ده في الكيس دكتور سؤال تيني is there is any modification to follow when i prepare an endotreated tooth preparation أصلا حضرتك if you mean رود كنال preparation يعني خلنا اعتقدنا السؤال هنا يقصدو and don't get treated طبعاً هنا دكتور في different schools في حاجة زي كده preparation should be as conservative as it should be يعني بلاش over preparation سينا هنا بتعيني اصلا من mutilation بتعيني من lost tooth structure تلاقي معظمها في core فبعض الناس بتقول بنعمل preparation زي ما احنا شوفنا finishing stones شوفنا معانا في الكيس red coded stones yellow coded stones بلاش aggressive stones حتى ايبن ال finish line بتاعنا مش محتاج اوصل لل one one point five finish line too much او such weak teeth ممكن انا استخدم ال finish line رفعي عشوية اللي هو بسميه light horizontal finish line بتكلم في finish line point seven point eight point six ملمتر حتى ايبن بعض ال article بتكلم vertical preparation وده ان شاء الله موضوع هنتكلم فيه مع بعضينا اللي هو vertical preparation point three فممكن احنا نعمل preparation حاجة زي كده في such cases السؤال الثالث if i'm going to use a digital impression وقلنا ان يعني ما فيش عايز اقول systematic review عمتها analysis بتقول مية في المية ان ان intraoral scanner ممكن يجيب الكنال depth اللي احنا محتاجينه especially لو كان كنال depth اكتر من 8 أو 8 ملم لكن بعض الناس بتعمل وفيه موجودة عليه رقم اربعة سؤال الرابع in your opinion what is the best intraoral scanner in the market طب خلينا هدولك حاجة ويقول لك حاجة دكتور السؤال ده تسأل يعني مرة من مرات كده كنا حضرنا ويبينار كان around من قبل رمضان يعني من شهر او حاجة لكريس كوشمن او كريستان كوشمن طبعا اعتقد حضراتك وعارفينه وكانتسأله نفس السؤال ده نفس السؤال ايه هو البست intraoral scanner in the market طبعا يعني خلنا نقول لك الراجل قال ايه وخلنا نقول لك انا هقول ايه يعني الراجل قال ان مقدرش عارق من دلك حاجة the best في الماركت ممكن اقول لك my personal preference يعني اقول لك انا محسن اشتغلت بكذا وكذا وكذا اقول لك ان افضل حاجة اشتغلت بيها كذا لكن مقدرش قولت this is the best في الماركت عشان ده مهم لكن عشان بس ما بقاش احنا في حتة يعني رايحين لبايز لحاجة معينة لكن احنا لو بسألني يعني my opinion عندي في different intraoral scanners موجودة صراحة وبتجيب data كويسة جدا وحتى موجودة في articles وعليها research يعني الموضوع خلصان عليها اساسا يعني بنتكلم مثلا في the the one of the best scanners موجودة في الماركت طبعا three shape تكلم طبعا في medit scanner واحد برضو من scanners كويسة جدا تكلم طبعا في prime scan or medit scanner sorry omnicam omnicam او prime scan واحد برضو من scanners المضبوط او يعني predictable ف I can go for يعني بسألني personally I can go for medit scanner السؤال خامس the endotreated tooth what should I put in mind considering the biological وث فعند سؤال قوي جدا وسؤال طويل جدا وانا ممكن يعني اعطي ساعتين تماما لو هنتكلم في لكن حضرك طبعا قلت حاجة من حاجات المهمة دكتور ال biologica الواتس ال endotreated مهمة جدا 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 لانت المارج تحتك الاستنشن للمارج يكون away from the bone منيمال منيمال يناس تكلم من 2.5 ل3 ميليمتر يعني يكون بعيد عن البون no way بعلم 2 ميلي no way بعلم 2 ميليمتر البون بيحب يحب ال space فوق العض نفسه بالمعنى العادي يعني ال space فوق العض بيكون 3 ميليمتر انت لو انت خليت ال space دي 1 ميلي بس العضن مش تلاقي 3 ميلي فهي عمل ايه يعمل resolution solid soft loss و مشاكل كبيرة جدا فطبعا انت بتحضر او بتعمل preparation put in mind لانت تكون بعيد عن البون بي 2-3 ميليمتر طبعا ان شاء الله في اوقات اخرى نبتدي نقول how to manage لو كان البون قريب او ما كانش عندك ال specific biological which have a better prognosis cat camp post and core or others sorry cat camp post and core or others يعني better prognosis يعني better prognosis كلمة واسعة شوية وكلمة كبيرة شوية هل اصدر حضر لك الفتنج هل اصدر حضر لك margin adaptation هل fracture resistance يعني فكرة prognosis دي فكرة كبيرة شوية وكلمة كبيرة شوية لكن خلنا نقول ان cat camp post and core is an ongoing ودي حاجة مش عايز اقول ان هي advanced دي حاجة based وموجودة ان انت تعمل cat camp post and core ان هي بديل بديل الكست post and core اللي هو بتعمل بالكاستنج اللي هو المتل product finally metal خلي بقى لك ان الcast post and core product finally metal والتكنيك casting لكن cat camp post and core البرودكت كان عندي different materials وماتيريا اللي هي favorite response معروض دينين وستاتيك materials وكمان الاجرسي بتاعت cat camp much higher عن casting technique فيعني تبات البرودكت yes we can go for cat camp post and core طبعا different material وعيز اقول لحضر دونكتور للوقت كمان ممكن تعمل peak post and core cat camp technology ممكن تعمل peak post and core باستخدام cat camp technology وبعض اللي بيعملوا بالpressing فعيز اقول الموضوع ان الموضوع مش that recent وعند prognosis عال what's the contraindication for cat camp post and core contraindication for cat camp post and core من طبعا لو انت هتقدر تعمل prefabricated يعني لو كيست go for prefabricated post and core خلاص وانا يدينا نعمل customization كده انا بزود expanse of treatment بزود طبعا يعني مش هقول multiple visit لاني ممكن نعملها في single visit لكن treatment بتاعها expanse of treatment with what the complexity of the treatment لكن لو كيست محتاجة customized so i will go for cat camp definitely على طول محتاج customization i will go for cat camp technique طبعا والcontraindication التانية لو ما عندكش lab support you can support you شايف موضوع مهم ازاي لو ما عندكش lab support يقدر نوع support you في cat camp post and core so انت بزود تعمل حاجة زي كده في lab support مهم can we use this technique in static zone يعني definitely definitely we can use this technique in static zone definitely هو mainly for static zone عشان اطلع بماتيريال عندها من static لان the cast post and core it's a metallic one metallic one mainly restricted to posterior zone i mean anterior ملوش that static لكن التكنيك ده mainly for static material mainly في استخدام الكات كان material مختلفة و طبعا و قدر استخدام anteriorly and posteriorly so we can use it in static zone how to ensure bond strength during cementation bond strength in form of measurement is bond strength ولا is specific bonding we predictable bonding and and pick the bond strength time and but you can clinically how to test bond strength main key of success here as we saw proper surface treatment and follow the illustration we natural tooth will isolation then isolation then isolation the whole mهم جدا 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 selection of cement proper manipulation to cement نفس followed by surface treatment illustration surface treatment to structure and finally isolation key of success طبعا هنا هو isolation اللي بتكلم على adhesive material سؤال رقم 10 is it possible to apply this technique with marginal defected tooth marginal defected tooth what you mean يعني sorry لو واضح هداك ان ما فيش عندك sufficient to structure عند margin طبعا هنا بتكلم في الفارول يعني هل في عندي enough فارول موجود عندي ولا طبعا انت to go for restourability of the case يعني مش شرط اننا هعمل CAD CAM technique واننا عندي technology عالية وال material selection وال adhesion وال tooth structure يبقى remaining growth يعني ما عندي different specific feral or sufficient feral to structure فانهينا طبعا محتاج يكون عندي feral enough طبعا الفeral طبعا عشان لو حضر من حبراتكم بيسأل يعني ايه feral هو remaining tooth structure اللي هو above الجنجبال level اللي هيحصل له enclasping أو encurchment مع final structure يعني من الاخر قديم tooth structure موجود فوق اللسر بس sound طبعا tooth structure للمعنى العام شوية لكنه طبعا معنا academic اقوى شوية الفeral محتاج يكون ادية دكتور عشان دي دي اللي حتاك قول عليها محتاج يكون two wall height بتاعهم 2 millimeter with thickness بتاعهم 1.5 تان minimum الفeral يكون two walls feral ويفضل الفeral يكون baccal lingua يعني functional feral baccal lingua baccal mesial لكن ما قلش mesial distal ما عندك baccal lingua lost لا such tooth mainly non-restaurable tooth hopeless tooth وطبعا الheight الفeral يكون 2 millimeter with thickness of the feral يكون 1.5 لو فيش أقل من كده so go extrusion of such cases وعيزولك extrusion هو ناس فاكران دي حاجة يعني صعبة جدا وحاجة انت لو سألت الorthodontist هنا يقولك انا في خلال شهرين ثلاث شهور هتشدلك السنة وهي بجاء عندك sufficient feral ف we can manage لما عندي sufficient feral لكن مش معنى انا عندي كم تكنيك ان انا هعمله والto structure حضرتك وطورنا عليكم جدا what is the impact of depth of preparation on the fracture resistance of the restoration what is the impact of preparation on the fracture resistance of the restoration ده سؤال oral ده سؤال ممكن يجي سؤال ايسي في امتحان دكتوراه مثلا depth of preparation on the fracture resistance of the restoration طمعا ده مهم جدا اعتقد الدكتور هنا بيسأل depth of intracanal preparation ده لو انا سؤالي مظبوط او يعني فهمي مظبوط للسؤال لان العسل دي هاي اللي بتتجافي الامتحان اللي هي ما بتتفهمش هذي كيف يعني ف depth of preparation يوصد هنا الدكتور بي ال canal preparation intracanal on the fracture resistance فحي احنا دكتور ان المنمال epical c اللي ممكن تسيبه هو four to five millimeter بس خلي بالك بقى دكتور هنا حاجة مهمة جدا كلما depth of preparation بيزيد كلما lever arm بتاعي بيبقى اوحش وممكن fracture resistance تاعي بقى اقل فعشان كده الناس بتقول ايه في such cases especially لو بستخدم material ودي بقى value of biometric material لكن احنا ما عنهاش first lecture لكن دي مهمة جدا biometric depth of the preparation بمعنى مش محتاج ده انا اسيب just 45 ملي بس ايه بك لأ انا ممكن اوصل لنص الكنال بس يعني ماشيلش كل depth ده جدا اسيب مثلا نص الroot اشيل منه والنص الباقي بقى يوصل لي half of the canal لان زي ما هي بتقول ان ده كلما هيزيد كلما ممكن يقل انت تتعمل deeper preparation وتوصل لي depth اللي هو two third of the canal بتستفيد بقى من فكرة ان هي biometric especially طبعا نتكلمنا في البيتا dynamic we reinforced cad cam composite اخر سؤال عند حضراتكو دكتور is sorry is the gata perca removal is different than prefabricated post regarding length of gata perca thanks in advance thank you doctor طبعا زي ما احنا قلنا فالأول دكتور ان احنا removal او canal preparation same as it is same technique يعني هتشيل gata perca باستخدام باستخدام penetrating drill باستخدام gates the same as for custom made post and core اما حاجة توصل لل depth اللي انت عايز وقولنا انا هو لسه كون من اجواب على السؤال الدكتور السؤال اللي قبل اللي هو انت الشرط توصل لي two third of the canal ممكن تسيب around 4-5 millimeter gata perca او اكتر especially if you material biomatic فإجابة السؤال بتاع حضرتك او حضرتك يعني ان انت preparation the same for prefabricated and custom made post and core يعني يمكن ده كان اخر سؤال معنا ويعني لو حضرتك في اي سؤال انا ومتشكل لحضرتك جدا 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 وكل سؤال حضرتك طيبين وان شاء الله شوفكم قريب ان شاء الله في الكورس بتاعنا وبشكر طبعا استاذ عز وعند المجهود الرائع اللي بيعملوه معنا والمجهود المبزول شكرا لحضرتك كتير كل سؤال حضرتك طيبين ساشن يعني اكتر من رائعة والفيدباك اطبع الناس كلها مبسوطة الحمد لله وبين في الاسئلة وعددها طبعا بنشكر حضرتك جدا على وقت حضرتك وبنشكر كل الدكاترة اللي كانوا معنا وان شاء الله نشوف حضرتك في الكورس بتاعنا لفترة اللي جاية وحضرتكم يكونوا موجودين معنا دايما في اكتر واكتر معي مرسي جدا شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا